هلا والله أخيرا قررت أني أفتح ميزة الانتساب في القناة طبعا ميزة الانتساب اللي مايعرف باختصار شديد هذه الميزة تخليك تدفع فلوس لصاحب المحتوى في اليوتيوب سواء كنت أنا ولا شخص غيري طبعا وش الفائدة من ميزة الانتساب الفائدة أنك تدعم اليوتيوبر اللي أنت تحبه عشان يقدم محتوى أفضل مستقبلا هل في ميزات أنت رح تأخذها كصاحب الدعم أي أكيد رح تأخذ ميزات اللي هي أنك تشوف المقطع قبل الناس ما يشوفونه بالوقت الطبيعي يعني الناس يشوفونه وحدة الظهر أنت رح تشوفه قبلهم سواء بساعات أو بيوم أو بأيام أحيانا بحكم أني أنا أحيانا أنت رامنت لثلاث مقاطع فاحتمال أقضت ثلاث مقاطع وأخليكوا وتشوفونها قبل ثلاث أيام من نزولها والميزة الثانية رح يكون فيه شعار جنب اسمك هذا الشعار رح يتغير على المدة لأن تدعم فيها صاحب المحتوى يعني في حال أن دعم الشهر رح يكون لون الشعار مثال أصفر بالمدة لأن تشتركت فيها هل رح يكون فيه ميزات أخرى؟ أكيد رح يكون فيه ميزات أخرى لو بوقت أتكلم فيها في ذا المقطع لأنا أبغى شرح لكم الانتساب ما كتخلصت المقطع ذا فأنزل تحتها الحين وشيك على الميزات اللي أنا أحاطها واختار الشي اللي أنت ناسبك وطبعا حاب أنه على الشيء في حال أنت اشتركت بأعلى ميزة فأنت رح تأخذ جميع الميزات اللي سبقتها والسؤال الأخير هل الانتساب رح يأثر على القناة؟ لا أبدا ما رح يأثر على القناة نهائيا رح يكون فقط فيه ميزات للناس المنتسبيين أكيد لأنهم داعمين يشوفون المقطع قبل الوقت وبعض الأشياء منها يكون شات خاص فيهم أتحادثوا إياهم بشكل مباشر يعني يكون هناك المشترك العادي رح يبقى يشوفوا المقطع الساعة وحد الظهر بالوقت المعتاد ولا كأنه صاير فيه أي اختلاف أبدا هذا الشي فقط فتحته علشان الناس اللي حابة تدعمني دعم مادي يقدرون حاليا يدعموني دعم مادي لأنه في الآوين الأخيرة كثير سألت ذا الشي نبغى ندعمك نبغى ندعمك فخلاص الحين ميزة الانتساب صارت مفتوحة عندكم ودعموني واختوروا الباقة اللي تناسبكم شكرا لكل شخص دعمني سواء في أدنى باقة ولا في أعلى باقة الله يسعدكم يوفقكم بدنيا وآخرى على دعمكم والأسطوري في النهاية ما أقول غير سبحانك الله ما بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وهذا المقطع الثالث اللي أنا جالس أسجله سلام عليكم